عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وحاصري نحكيه في الفيديو هذا على موقف صدم للإعلامي سامير الوافي بعد تصريحات الإعلامي أمين جارا اللي صرح وقال اللي الممثل الكبير فتح الهداوي اشترت مقابل الحضور في برنامج جوديتو على قناة الحوار التونسي مبلغ مالي قدر ألف دينار الخبر هذا عمل ضجة كبيرة على مواقع تواصل اجتماعي شفنا برشة ردود أفعال وبرشة مواقف اختلفت في الآراء ونظرا لحضور فتح الهداوي في برنامج وحش الشاشة مع سامير الوافي لأسبوع الفارض قرر سامير الوافي يكشف حقيقة اشترات الممثل فتح الهداوي للمبلغ المالي مقابل حضوره في برنامج تلفزي ونشر تدوين عبر حسابه الرسمي وقال بعد رويش خبر غريب عن مطالبة الممثل الكبير فتح الهداوي بألف دينار مقابل حضور إحدى البرامج التلفزية بدأ البعض يتسألون على المبلغ الذي دفعناه لفتحي لحضور برنامجنا وحش الشاشة في الحلقة الفارثة واتصل بالبعض يستفسر عن ذلك وبحكم صديقة القديمة والقوية به فأني أعرف فتحي جيدا فهو أولا لب دعوتي بدون شروط مادية بل شروط فنية فقد تتعلق بمن يحضر معه ويشكل الحوار معه وذلك حقه وقد استجبنا له بدون تردد فهو فنان كبير ويبحث عن الخروج الكبير والظهور المحترم وشروطه الفنية والإعلامية أكثر وأهم بالنسبة له من الشروط المادية وقد تنازل عن المقابل المادي بحكم صداقاتنا الكبيرة وأيضا بحكم توفر شروط الظهور الذي يريده في برنامجي وثيقته في شخصي وكان ذلك كافيا ليحذر معي أنا فقط حصريا دون غيري وللمرة الرابعة أو الخامسة وذلك يشرفني كثيرا دون أن أقصد الحط من شأن أي زميد أو من قيمة أي برنامج آخر أو أدعي أنني الأهم والأرقى لكنها مجرد اختيارات وأمزجة بالنسبة للمقابل المادي لأن في أن فتح الهداوي يشترط مقابل المادي لحضور البرامج لكنه يشترط معه حضورا محترما ولائقا فيختار البرامج طبعا وليس على بعضه ولكن على حد علمي ما يطلبه ليس ألف دينار كما قرأت والحضور مجاني يشرف أكثر من تسلم ألف دينار لأنه مبلغ أقل كثير مما يستحق وقد يسيء له أكثر مما ينفع وهكا أحنا نوصل إلى نهاية الفيديو نستنى التفاعلاتكم أعطونا رايكو في الموضوع خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد